هل في أماكن معينة يحرم على الزوج والزوجة أن يحصل بينهم علاقة زوجية في الأماكن دي؟ تابعوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا أباح للرجل أن يطلع على عورة زوجته وأباح للزوجة أن يتطلع على عورة زوجها قال الله جل وعلا ولذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لكن في بعض الأماكن يحرم على الزوج والزوجة أن يحصل بينهم علاقة زوجية الجماع في الأماكن دي أول مكان في بيوت ربنا في المساجد لا يجوز أبدا أن تحصل العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة في المسجد لقول الله تعالى ولا تباشروهن أي ولا تجامعوهن وأنتم عاكفون في المساجد والمساجد أماكن لعبادة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تنزه عن مثل هذه الأشياء أما المكان الثاني اللي لا يجوز للرجل أن يحدث بينه وبين زوجته علاقة في هذا المكان إذا كان متزوج أكثر من واحدة وأراد أن يجمعهم مع بعض في نفس الغرفة فهذا من المحرمات هتقول لي ليه من الحرام ما هي دي زوجته ودي زوجته هقول لحضرتك لأن لا يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة مهما كانت من هي بالضبط لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك فأنت حضرتك تشوف عورة زوجتك وزوجتك تشوف عورتك لكن زوجتك الأولى ما ينفعش تشوف عورة الزوجة الثانية هتقول لي ما ممكن يحصل جميع بينهم هم التلاتة وهم سترين للعورة هقول لحضرتك العلماء اختلفوا على رأيين فريق المكروه وفريق الحرام والأصح هو الحرمة يبقى بتاعد تماما من أنك تجمع بين زوجتك أو أكثر في نفس الفراش أو في نفس الغرفة أو نفس المكان ويتطلعوا على عورة بعض أما رقم تلاتة بقى وتصلى على النبي وتركز معايا المكان اللي يحرم عليك أن تجامع زوجتك فيه وهو العلانية في العراء أمام الناس في الشارع في المواصلات في الطرقات في مكان مكشوف في الصحراء بس لا تأمن أن الناس ما تشوفاكش كل دي أماكن لا يجوز لحضرتك أبدا مهما كان أنك تجامع زوجتك فيها ليه؟ لأن ده فيه كشف عورات وربما يطلع الناس على العورات ولسه يليم من شوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كشف العورة طب ليه يعني ما فيها إيه الموضوع جائز ما أنا وزوجتي إيه الموضوع يعني الموضوع أولا أن ده بينزع من قلب الإنسان الحياة ويجعله لا يشعر بالغيرة على عرضه ولا على زوجته وكذلك الزوجة لا تشعر بالغيرة على جسمها ولا حتى على زوجها ثانيا أن الشيطان أصلا هدف من أهدافه في الدنيا أن يكشف عورتك وعورت زوجتك للناس تخيل كده كان هدف إبليس كله مع سيدنا آدم أن عايز يكشف عورت سيدنا آدم زي ما ربنا قال كده في صورة الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم والأمر ده فيه تشبه بغير المسلمين اللي بيفعلوا مثل هذه الأمور في الشوارع والطرقات ويصوروا أفلام ومسلسلات وإباحية وحضرتك بتحاول تقلدهم ونسيت كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رابع حاجة والأخطر من ده كمان إن حضرتك لما تمارس مثل هذا الأمر في الطرقات أنت لا تأمن على نفسك التصوير خاصة مع تقدم وسائل التصوير دلوقت اللي موجودة في إيد كل واحد دلوقتي يماشي في الشارع حتى لو كنت بعيدة أن أعين الناس لا تأمن أبدا أنه ممكن واحد يراك على مسافات بعيدة وبرضه يقدر يوصلك عن طريق كاميرا تهاتف أو غيره وساعتها تركب الترند وتندم غاية الندم في وقت ما ينفعش فيه الندم فمن باب لا ضرر ولا ضرار لا يجوز لك أبدا أن يحدث علاقة بينك وبين زوجتك في أماكن عامة أو في أماكن كشف العورات أو الطرقات أو غير ذلك والسلام